موسيقى السلام عليكم اهلا بكم في حلقتين جديدة مع ابراهيم عيسى طبعا العنوان الابرز هو رفض مجلس النواب قانون الخدمة المدنية وده عنوان بارس بالتأكيد ومهم اولا لانه بيهم قطاعات واسعة من المصريين كانوا على 6 مليون تقريبا موظف في الحكومة في مصر جهاز الاداري فضلا على انه حدث مهم لانه احنا عندنا اكثر من 300 قانون بيتمراروا لمح البصر ويعني وبتمرير اصبع على زرار فاذا بينا قصاد قانون يبدو كأنه قانون في معاندة شديدة ورفض نواب هائل له الى حد اسقاطه اسقاط هذا القانون محتاج اراية مهمة جدا لو عايزين ندرك ان احنا على ابواب مرحلة وفترة اذا لم ندركها يعني لن نتداركها عشان الامور طباة واضحة ليه؟ لانه انا بعتبر انه النهاردة مجلس النواب بقراره ده بطبيعة الحال هو علامة استقلال هل ده علامة استقلال يعني منهج انهم مستقلين عن القرارات والاملاءات اتصور انه خلينا نشوف الظروف القادمة هتقول ايه؟ لانه المشهد عبثي وعشوائي ويبدو ان القانون الخدمة المدنية كاشف لحاجات كتيرة منها انه مش بجاء مش مجرد انه النواب بيعبروا عن الرأي العام الرافض للقانون وهو ده بس القانون اللي الرأي العام رفضه وهو ده بس القانون اللي المجتمع المصري مش بلعه ربما هو الابرز وكمان لانه بيمس الموظفين وجهاز الدولة ولانه من نوجة النظر بعيد عن السياسة مع انه الحياة في قلب السياسة ازاي؟ خلينا نشرح ونفسر اللي حصل النهاردة حدث جلال اول حاجة معناها ايه؟ معناها فشل هائل للحكومة يعني ايه فشل هائل للحكومة؟ المجلس ده يا جماعة صوق له من اللحظة الاولى وسوق نفسه من اللحظة الاولى انه في اتلاف دعم الدولة وكل يوم بيبان قدي الاجهزة الامنية لعب الدور كبير في الهندسة الوراصية للوجينية للمجلس والمجلس جي من اللحظة الاولى بيعلن موافقات ودعم اداء كمان رئيس المجلس اداء كشف تماما لرجل متوائم كلية مع الدولة ويمضي وراءها خطوة بخطوة ولا يريد ان يزعجها برمشة عين او بطرف اصبع فاذا بينا قصاد مشهد انه من اول لحظة انتخاب وكيل المجلس الشعب فنلاقي لا اتلاف بقى ولا بتاع ولا اتلافش ولا كان فارق بنت ولا فارق خال الناس بتنتخب بهواها برأيها بمشاعرها بعواطفها بتربطاتها اذا احنا ما بنتكلمش عن مجلس هنا يديروا عقل سياسي ولا يديروا تنظيم سياسي وبالتأكيد لا يديروا سياسيون لان الزباط اللي فاكرين انه هم عملوا المجلس ده يعني لا يدركون في السياسة شيئا ولعل النهاردة يبان ويتضح للجميع انه الاجهزة الامنية تتاخر شوية عنها كبسة على نفس السياسة الخرافة اللي اتعملت وتصنعت اللي اسمها دعم الدولة دي جلي بان النهاردة قاعد يقول انا عندي اولا انا عندي 380 او 332 عضو رفضوا القانون الخدمة المدنية مش ده القانون اللي الدولة بتقول ده بتاعي ده ده اللي هيغيرلي شكل ايه ده اللي هيعمللي ايه ده اللي هيسويلي ايه ده هتضيعولي الدنيا هتضمرولي اللي عارف ايه ودي الدولة وانا مرة اخرى باتكلم على فشل حقيقي للحكومة ولقى جهزة الدولة عشان الامور طبقة واضحة ايه بقى فشل في ايه فشل في حكتية فشل في السياسة سقيم رهيب هيستمر لو استمرت العقول دي اللي بتدير انه فاكر انه مسيطر وفاكر انه دي السيطرة انه يعمل ولاقات من النوع ده وانه يعمل تسئيف من النوع ده وانه يبقى سعيد جدا بانه حالة الموافقة والتصفيق طيب النهاردة ومجلس النواب بيرفض القانون ما بقاش دعم الدولة يعني كده بيفكك في الدولة هل النهاردة ده معناه انهم ضد السيسي انهم بيفككوا الدولة وضد الدولة انهم ضد الاستفاف انهم خوانة مش مش ده الترويج الدائم المستمر على كل من يجد لنفسه مساحة او مسافة او مسافة او رأي مختلف او مغاير او مراقب او معارض او منتقد لاداء الدولة والحكومة مش على طول بتطلع عليه البغبغانات وبيطلع عليه الهجمات والتوحشات والاغتيالات للشخصية والتسريبات ممكن وكل حاجة والفابركات ممكن والاتهامات من اول اقلها كده الخيانة اقلها الخيانة وبعد يجيبها دعوة يعني لمحاكمته وقتله وكلام منت ما فرقش اي شيء عن اداء جماعة الاخوان في مواجهة خصومها اطلاقا وجهان لعملة واحدة ده متعصب بشكل مهووس لجماعته ورأيه انه كل الاخرين يروحوا في ستين دهية ويداسوا بالدعال مقابل الجماعة وانه لا يطيق اي حد يختلف عن الجماعة يهاجم الجماعة يرفض الجماعة يناقش الجماعة وشعاره السمع والطاعة الواجه الاخر مش طيقين اي حد يتكلم كلمة معرضة مختلفة فيها نصح فيها رشاد فيها محاولة للتعقل فيها اختلاف فيها حتى شطط لا سحق لوجوده اقصاء لوجوده والوجود هذا الرأي ثم اتهامات واغتيالات للشخصية بذات الطريقة الاخوانية وبرضه سمع وطاعة انه كل لازم يسمع الكلام ولازم يسقف ولازم ايه وقال ليه يبقى ضد الدولة ومش عارف الظروف اللي احنا فيها ومش عارف المؤامرة اللي علينا قال لا يا جماعة وجهان لعملة واحدة ونفس التطرف في العاطف الرهيب اللي يجي تتكلم في مواجهة الاخوان اللي هم بيشتموك ويسبوك ويلعنوك ويشهروا بيك ويجذبوا عليك ويتبسط هاجم اي موقف اخر طيب هم نفس اللي هم عاملين فيها اعداء الاخوان نفس التنكيل ونفس الهجوب ونفس الشتائم ونفس السخائم بالمناسبة وهاجمتوا النشاطاء برضه نفس الهزاء نفس الاتهامات والشتائم والسخائم والاتهامات بالعمالة والبيع والتلاون ايه ده انا بقول لكم بالمنظر ده البلاد ما بتتقدمش بالمناسبة واللي خايف عليها من اللي يتفكك هو ده اللي بيفككها هو ده اللي بيفككها انه كل طرف مش طايق التاني وعايز يسحقه ويقصيه ويخرجه من المشهد ويخلينا كلنا عساكر ابن مركزي ناخد اوامر والنفس ده لا يا صح طيب المفهوم ده حاولوا يطبقوه على مجلس النوال وما اتصورش انه حد من المجلس الا من رحمة ربي فلت كله تحت المظلة دي طيب تعال اشوف تحت المظلة دي حصل ايه قدرت ادير حاجة قدرت بكل الضجيج والطحن ولا ولا مفيش طحن وضجيج بس بلا طحن الجعجع اللي بلا طحن عن اقتلاف دعم الدولة توقف جنب قانون الدولة اتعملت معنا انها هبتها وعلى انها ده وده هترجعونا وراء للخلف وده وده مكسب ايه وده الاصلاح لا ما قدرتش لا اقتلافك المزعوم اللي هو بولك جلي ولا اي حاجة ده لسه لما يصل انتخابات اللي جان هيتمزع تمزيعا يعني ولا عرفت يبقى عندك اه صلابة حقيقية في موقفك كدولة في الدفاع القانون ايه بقى هنا فشل الحكومة خليه كبير يكلم في فشل الدولة انها حتى مش عارفة تسوق قانون لموظفينها للعاملين دخلها ليه ابناء الجهاز الاداري اللي هم اه وقود العملية الادارية في الدولة اللي هم ابناء الحكومة اللي هم الشغالين مع الحكومة اللي هم موظفين الحكومة الحكومة والدولة معرفش تقنعهم ولا عرفت تدرهم ولا عرفت تتعامل معهم ولا عرفت تتعامل مع غضبهم ولا عرفت تقنعهم ولا عرفت تروج لنفسها مع النواب اللي هي جابتهم تقريبا فاكسبهم الموظفين بكل برائتهم ووجعهم وألمهم وغضبهم واحتجاجهم واللي طلع عندهم حق لانه النهاردة طول الوقت لما عملوا التصويت التاني بقى عشان الاثار المترتبة هو عمل ايه تصويت تاني بعد ما لقوا القانون قالك طب وقول اللي حصل الشهور اللي فاتت دي كده شهر يناير المرتب بتاعه شهر فبراير فنقل صوت على انه الاثار المترتبة على الغاء ده تبدأ من الشهر الجاي ليه ليه عمل التصويت ده عمل التصويت ده علشان ما يغيرش في المرتبات ولا يبقى عنده فيه مشكلة في المرتبات اللي صرفها من آآ مارس الماضي قال لا ولا من اول من يطبق القانون يبقى المنظفية طبعا عندهم حق ان انت قللت مرتباتهم اوما ال اوما الهي قصة يتاعد تقنحهم لا ده مرتباتك وزيدت وهو يعد والموظفية دي يقولك لا مرتباتنا نقصت وانت تقول لا ده انت مش فاهم ده انت مش عارف طب ويه اللي حصل انه جيت على طول بالتعبير برضو اللي هو يعني اعلان على ان الوزير اشرف العربي تصرحاته اللي هو قال انا ما صرحتهاش لكنه فضلت مستمرة في مصر كلها يبدو انه قالها واصر بيها واحد من من افراد الحكومة قالها لللجنة ان السبعتاشر مليار في الموازنة وبتاع فالموظفين يسكنوا فيها اذا انتو مقاللين مرتباتنا سبعتاشر مليار فييجي النهاردة لما يعمل بعد ما القانون اتلغى يقولك بس عشان اصر مترتب هو بقى بجد يعني احنا بنق يعني طول الوقت قالت كذبة على الموازفين بتوعك بقى في الاخر بيروحوا لخزنة ويصرفوا يا بقى ما اقنعتني انا بانه لا بفيش حكا حصلت طب هو هو اللي بروح يصرف وعارف كويس انه مرتب ونقص هتعرف حسب منه ازاي طيب وده دليل تاني كمان انه الحكومة ما احترام لسيد اشرف العربي ولكل افراد الحكومة ما بيعرفوش حتى يسوقوا لمشاريع قوانينهم ولا القوانينهم ولا القرارات حكومة بليدة جدا في السياسة والسياسة يعني السياسة يعني السياسة يعني يعني عندك رؤية وعندك طريق لتنفيذه وعندك اهداف مفهومة معروفة عندك اولويات عندك قدرة على تسويق نفسك عندك قدرة على ادارة تحالفات عندك قدرة على لعب اكثر من ورقة لصالح اهدافك وانك تبقى ممسك بخيوط وعمل امتدادات وتحالفات وتربطات تبقى ظلق اللسان وقدر على تقديم منطقك انت لا تم الحكومة لا تملك اي حاجة من دي موظفين دي مش شغلتهم يا جماعة ولا يفهموا في السياسة ولا واحد منهم الا الا الاستثنائي اللي في يوم الايام في حياته حتى دخل انتخاباته تحت طلبه حتى كان منتمي لاي حزب كان يعني ممكن يكون واحد فيهم بس والباقيين كلهم في ضيبة تامة عن السياسة هو انتو فكروكوا انتو اسكى من الغرب ومن المجتمع المتقدم من الديموقراط المتطور فاكرين من انتو اسكى الدولة دي فاكر انها اسكى من غيرها جيبين منين الزكاء ده بره كده يا جماعة الوزراء ووزراء سياسيين بيعرفوا يسوقوا قراراتهم بيجابوا من الناس بيتفهم في السياسة ممكن راجل سياسي وكان شغال لازر مدرسة ويبقى وزير سبقوا قتلكوا انو حمود فاهم النقراشي كان مدرس رياضيات انها بقى رجل سياسي بقى وزير دي حلي ثم رئيس وزراء اه اه دكتور محمد حسين هيكل محامي قدير ثم رئيس تحرير جورنان وبقى وزير دي حلي ده على سبيل المثال ما قبل الثورة يعني لكن ما قبل يوليو لكن كان في العالم كله دلوقتي ده السياسيين ليه سياسيين عشان بيفهموا في الكلام اللي بقولوا ده طيلا انا طبعا لو قلت عشر سنين للموظفين بالوزارة دولة ولا فهمين بلا لو حاجة ولا ولمسدقين ولا عارفين ولا راحوا دولة حتى سألوا الوزير اللي قدامهم كده عشان يعرف وما بعملوا ايه بالمناسبة حتى الدول الشمولية يعني صين وغير الراجل جاي بكرة رئيس الصيني كلهم سياسيين كلهم الناس بتقول حزب وسياسيين وفهمين اه وصول لرئيس الصيني افعل النهاردة مش بكرة الزيارة الرسمية يعني انما في اللحظة دي بنتكلم عن ايه بنتكلم على حكومة مفتقدة اي ادوات اقناع لان النافقية نفسها ما عنداش رؤية ولا سياسة ولا ايه حاجة من دي وبالمناسبة انا بقولك ومش قانون اتلغى هذا قانون رخوة لا ظهرا ابقى ولا طريقا قطع زي المنبت كده لا طريقا قطع لا خاد المشوار ومشي ولا فضل على راس الركوبة على ظهر الركوبة اللي هو ركبه ومع ذلك او اتلغى لانه كمان هو الشائط وكالمنبت فضلا على انه مش عارف تقنع بيه حد ويطلع وهم فاكرين نفسهم برضو الوزراء لما بيطلع يقولوا الكلام بقى اللي كتير اوي ده اللي بيقولوه وكانهم بيقروا من ورق وحفظين ارقام فاكرين ده يقنع فاكرين ده الادوات اللي تقنع يعني حتى وزراء ما فيش ولا واحد منهم يعني الا من رحم ربي كارزماتك عنده كارزمة عنده قدرة على التأثير في الناية هو لك اصلي هو دي السياسة على فكر وانا بقول بالنهاردة فرصة ان احنا نقول للرأي العام والمجتمعنا انه احنا ما بيخترعش العجلة اه اه الحكم هنا في مصر نظام الحكم هنا في مصر جابوا لبعد اه اتنين وخمسين على انه الوزراء يبقوا وزراء تكنقراط وفنيين اساس الجامعة على مش عارف استشاريين سابقين على مش عارف على لواءات على ايه على موظفين يترقوا فاحنا قصاد المشهد المطرد ما حد يسأل نفسه هو احنا ليه مواقعنا الاقتصادي كل شوية يقع كل شوية يقع ما حد يسأل نفسه ليه من تتطورش مصري مصر بالطريقة اللي احنا كنا منتمنها ومنوردها ما حد يسأل نفسه ليه من يوم مؤتمر مارس لغاة النهاردة الاقتصاد ما انتعاش والاستثمار ما جاش والمستثمرين ما ملوش يعني اماكننا وشوارعنا سيبكم اللي هيجذبوا يقولوا انه جوهم ما حصلش طيب يبقى ايه ما حد يسأل نفسه ليه 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 لان احنا لسه على ذات الفكر القديم ان احنا بنجيب موظفين موضع ثقة وموضع ولاء مش اصحاب خيال ولا سياسيين طيب ما تقدمناش كده من اربعة وستين سنة ليه فاكر ان احنا نتقدم في الاربعة وستين جايين بنفس الطريقة ليه ليه احنا كلنا يعني خلينا نسأل السؤال ده استخدمنا نفس الطريقة دي كل السنين اللي فاتت والبسنا في الحيط ليه متصورين ان نفس الطريقة دي مش هتلبسنا تاني في الحيط ليه ليه مين العبقري اللي اللي عايز يقنعنا ان نفس الطريقة دي هتودل نتيجة مختلفة دي قوالين طبيعة يا جماعة وهو النهاردة مشهده اه فيما تصورت الدولة انها امتلكت البرلمان الموافق اهو البرلمان فهو برلمان اختصر دعم الدولة فانه نؤيد رئيس السيسي وبس ده اللي لكم عندي ده اللي لكم عندي انما طيب عايزين بقى نبني الدولة الحديثة عايزين نغير بقى في الجهاز الاداري للدولة عايزين نصلحه طب روحوا شوفوا شوفوا بتعمله ايه فالضلا بقى على انه الدولة نفسها مش جدة في اي حاجة بللي بتعملها طول الوقت بولك كالمنبت بدليل مسلا تيجي تعمل قانون الصروة التعدينية اللي اترافض وبعد يرجع عليك نصوت عليه تاني القانون الصروة التعدينية ده لما تعمل بلايحته مفيش مستثمر قاله انه كويس او قاله انه يشجع ويجذبه للانستثمار في مجال التعدين والمناجم خالص ورديق ولي كاتبينه برضو خيال الموظف وقلنا احنا قلنا في برامجنا بدل المرة عشرين ما تروحوا ترجموا قانون المناجم والصروة التعدينية بتاع الصين الصين ما تترجموش الصين عندهم هيقدمونا ناس متحبنا هتدينا الترجمة العربي لقانونه وانطبقوا لا ازاي لازم اللجنة ولازم ايه ولازم ايه وعملوا قانون الصروة التعدينية وقالك في الموازنة ان ده هيجلب لمصر السنة دي لو خلاص احنا يعني سنة المالية دي يعني عدنا نصة هيجلب لمصر كان بقى يا سيدي هيجلب لمصر هيجلب لمصر عشرة مليار دولار لان القانون ده بقى حيلو وبيشجع على الاستثمار في الصروة التعدينية كويس يعني انتوا اللي بتفهموا احنا ما بنفهمش واحنا سألنا كل الخبرى وكل المستثمرين قالوا انه قانون زطين ولا فارق بمليم فقوا مع ذلك لا ازاي الحكومة فاهم احسن طيب كويس انتوا اللي فاهمين وانتوا اللي عملتوا القانون اللي هو مرفوض مع وقف التنفيذ يعني يعني برضو بضروا على اي حل علشان قطر اه اه يعني ينقذوا من اه من مصير قانون خدبة المدنية ايه قانونة نفس ويه طب ممكن تحكيني كده سمعني جاب لك كام مليار من عشر مليار هجيبو لك السنة دي تجيب لك عشر مليار السنة دي هتقطع في الموازنة سمعني كده سمعني في وحيات ابوكم سمعوني جاب كام بقى لغد بالوقتي متين مليون متين مليون يعني اتنين في المية من اللي كان مطلوب مثلا ولا كام يا جماعة اه معهم متين مليون احنا كنا عايزين عشرة مليار ايه ده ده معناه ايه معناه الورق اللي انت عملته ده كحكومة ورق فاشل ورق فاشل انت طول الوقت عايز زي اللي عملته بالضبط قلول خدمة المدنية انت عايز توفر فلوس وتحاسب الموظفين وكمان مش عايز تقصوا عليهم قوي وبقين مش عايزهم يزعلوا بس في نفس الوقت اه مش عايز كمان الوضع يستمر فاشي عايز ايه المؤامات دي مؤامات الموظفيني دي زي بالضبط قلول صاروة التعدينية عايز تجذب المستثبت ثم عامل له باند علشان قال يعني ايه امتياز والبند التاني اجي بايا هتاكلوا فين الدماغ مفيش دماغ هسوا خلاص وطابلوا وزمروا خلاص اقول لك ما هي نفس الطريقة اللي احنا كنا ماشيين بيها لسه ماشيين بيها زي بالضبط لا زي الاجهزة الامنية هي اللي تدي موافقات على المرشحين وتفكر في المرشحين يقول لك لا احنا يا ده دليل بي ده ادلة بينا فضيعة تخزع العين وبعدين المحصلة ايه المحصلة ايه لانت المجلس ده من اللحظة الاولى قادر تديره حتى حتى من اللحظة الاولى فضلا على انه في نفس الوقت المجلس النواب مش من اللحظة الاولى حصل على ثقة الشعب وتأييده واعجابه بيه لدرجة انك انت بسرعة اقفل 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 عشان ما حدش تشوف حاجة فالمحصلة اللي انت بتشوفها هو اللي هو ايها المواطن الكريم لقد نجح مجلس النواب اليوم في اقاف وإلغاء قانون الخدمة المدنية هذه النتيجة على اللوحة الاكترونية لمجلس النواب اه 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 العدد تلتمية تنين وتلاتين اللقاء بنسبة سبعة وستين في المية عن التلتين ممتنع سبعة نعم مية وخمسين يعني بنسبة تلاتين في المية وستة من عشرة المجموعة ربعمية تسعة وتمانين خد بالك اللي حضره وصواته ربعمية تسعة وتمانين المجلس كام خمسمية ستة وتسعين اطرحوا لي يا جماعة كده وقلولي خمسمية ستة وتسعين من ربعمية تسعة وتمانين يبقى في عندنا كام مية وسبعة مية وسبعة مية وسبعة نائب غابوا مية وسبعة نائب غابوا في توقيت زي ده في قانون زي ده في تصويت زي ده الدولة محتاجة وإيه حق يا جدع ائتلاف دعم ما يسمى بالدولة قدرتك حتى على حجد على الحجد متواضعة وضعفانة انا كنت اقبل لو هي متسبة كده على اعتبار انه لا في ائتلاف ولا في اجتماعات في التجمع الخامس وفنادق وتصويت داخلي وتصرحات وبرامج بقى والمنسقين والمش عارف ايه والايه انما لما يكون في بقى كل المنظر ده كل المنظر ده وفي الاخر النتيجة فوضى وعشوائية بالنسبة لك انت مش بالنسبة لانا يعني بالنسبة للدولة والمتصورات اللي حصل النهاردة لطمة على واجه الحكومة ده ولا شك ولا شك وبالمناسبة لو لو ما كانش فيه التضييق والاداء اللي بيعملوا دكتور علي عبعال كان فيه قوانين كتيرة وهتوع لانها تمام بتلاقي في ماجل الشعب من اول ماجلس النهار من اول يوم منشورات بتتوزع ومنواب بيتطردوا ليه برضو لان الاصرار على اهل الثقة واهل الولاء مش اهل الخبرة والكفاءة فاجيب اللي بيدير اهل الثقة برضو طيب هو احنا فاكرين انه كل الوقائع دي لان تنتج في النهاية ما هجيه في الاخر نتائج بنشوفها نتائج تعمل مطباط تعمل مصدات تعمل مشاكل تعمل مصاعب وفي الاخر المحصلة ايه خلينا نؤكد على محصلتنا النهاردة ايه محصلتنا النهاردة ان احنا عندنا اقتلاف ما بيقتلفش وعندنا دولة فاكرة انها منظمة المجلس النواب ما مش عارف حاجة وعندنا مجلس نواب اداء واداء ام لا لا ليس مدفوعا بالسياسة وممكن يعمل لك حاجات تسقف لها وممكن يعمل لك حاجات تستغرب لها كمجتمع وكرأي عن عشوائي تماما طيب واتبص على ناحية تانية الحكومة فعلا لازم تعترف انها حكومة فشلة حكومة مش قادرة تسوق قوانينها ده بالمناسبة قانونها وقانون الوزراء اللي كانوا موجودين بما فيهم شرف يسمعيه ما كان وزير بطرول ومسؤوليته متضامنة يعني مش عارفة تسوق قانون اما لها تسوق نفسها ازاي الا بالاوامر طبعا وده يقول لنا انه المصاري اللي احنا ماشيين فيه قوانين بتطلع بالطريقة دي اداء حكومة بالطريقة دي تصورات دولة عن نفسها واجهزة دولة بتتحكم في السياسة وفاكرة انها بتعمل لمستقبل مصر وهي بترجعنا لماضي صحيق قليم لم ينتج ابدا الا الفشل فده معناه ان احنا لابد ان احنا ننتبه ولابد ان احنا ناخد بالنا من حاجة تانية ان احنا قصاد مشهد في مجلس النواب يمكن للرأي العام ان يؤثر فيه مجلس النواب يقدر يتأثر بالرأي العام بدليل ان الموظفين اثروا فيه بدليل ان القسر والناخبين اللي راحوا لنوابهم واللي كانوا بيشترطوا في وسط الحاملة الانتخابية وما بعدها لالغاء هذا القانون فضلا نجحوا نجحوا فيه جعل نوابهم يتحدوا اوامر الدولة او رجاءات الدولة او توسلات الدولة او تربطات الدولة او زباط الدولة ويرفضوا لايه القانون وان كان ده برضو له مبرر وارد جدا بشكل منطقي لما تسأل جوه اروقة مجلس النواب هتلاقي كتير من النواب كانوا بيقولوا ان احنا موظفين والقانون ده يعمل لنا مشكلة احنا كموظفين ليه لو اتبصت تلاقي منطقي انت عندك موظفون بالدولة والقطاع العام تلاتة واربعين نائب عندك معلمون خمسة وتلاتين نائب عندك ادارة محلية خمستاشر نائب عندك بالمعاش اربعتاشر نائب عندك في قطاع البترول سبع نواب قطاع الكهرباء خمس نواب وزراء سبقون تلات نواب دعاء اتنين نواب نحن نتكلم على عدد من النواب يعملون موظفين في الدولة وفي اجهزة الدولة بما يعني انهم امطرف في القصة زي انه يكون حد مثلا صحفي عندنا 12 صحفي في البرلمان وقانون عن الصحافة بيتناقش يبقى عنده هنا الصفة النيابية وصفته كصحفي جو الواقع ده وعارف القانون ده يعمل فيه ايه نفس الحكاية عندك موظفين دولة كانوا مواب برلمان وكتير ومتنوعين ومتعددين فضلا على انه الضغوط الشعبية اللي حصلت من خلال الموظفين اللي بتقول لي نتيجة برضو من النتائج والدلالات اللي ننتبه لها النهاردة انه احنا قصاد قدرة عام على التأثير في اداء البرلمان لكن كمان عندنا دلالة من الدلالات المهمة ومؤشر كبير ان احنا مش شايفين حاجة المشهومة مش مانعة والازع ومع ذلك قول لي كم فيلم او يعني فيديو اه زبط نواب بصوته البعض في حال التزوير بين وفاضح وفج قول لي كم فيديو لنواب في اروقة البرلمان بكلامهم ومنقشاتهم بخناعاتهم كام يعني انت والحد النهاردة ودي القانون هو مش انت كنت منع بس الجلسات علشان خاطر النواب ما يعملوش فيها قطال اصدر رأي العام وما يحاولوش يستعرضوا ده جزء وجزء التاني عشان رأي العام ما يشوفش قديل المستوى وقديل الاداء طي المحصلة ايه عملت ايه بمنعك اتلغى لك القانون الاهم بالنسبة لك المرتبط تماما بما تقدمه باعتباره انت كدولة منجز وده يا سوق دي بحكاية المنع الى قرار النهاردة سيد النهار بالعام اصدره وهو حظر النشر فيه قضية او فيما يخص اه قضية جهاز مركز محاسبات وتقرير تقص الحقائق وغيره طيب احنا لازم نحترم اه لازم نحترم تماما قرار الحظر أيه نحترمه احنا بنرفضه بالم HELS فيه صحفي مؤمن بحرية الرأي والتعبير ابدا ومؤمن بحق المعلومات والحصول على المعلومات يؤمن بحظر النشر لكن كمان لكن بنحترمه رغم ان احنا بنرفضه لكن كمان لازم ننبه ان الدولة افرطت في استخدام حظر النشر كأن الدولة خايفة من حاجات كثير كأن الدولة جزعة وخايفة من اشياء كثيرة وافرطت في حظر النشر اول حاجة لازم ننتبه لا ان الدولة افرطت في حظر النشر وبعليه لما لايه حظر النشر بقى منهج وين بتمنع الجلسات بقى منهج لا المنع كمان بقى سهل المنع بقى سهل وبقى منهج وبقى وسيلة ده تعبير عن ايه تعبير عن قلق قلق عند الدولة حذر خوف يعالج بالمنع والحذر طيب ده قبل يعني القرار الحذر اللي انا هتكلم عنه بقى النهاردة امتدادا لمنقشة فكرة الحذر مش الموضوع ليه لانه لما قرر يعمل حذر عمل حذر في اللحظة الجهاز المركزي للمحاسبات طلع تقريره في الرد على تقرير تقصر حقائق ما ليش دعوانة بقى بالموضوع في ايه لانه ده حذر انما خلينا كلم حيس الشكل اناقش قانون الحذر مش قرار الحذر مش ما هو محذور بصدده اش معنى القرار طلع في عندما رد لما رد الجهاز المركزي المحاسبات وما طلعش قرار حذر النشر لما لجنة التقصي اللي عملت اكبر واسرع تقصي فيه تاريخ لجان مصر كلها وطلعت تقريرها بعد 14 يوم واللي افرادت فيه بقى التفاصيل والهجوم والكل اللي احنا عارفناه قبل حذر النشر اش معنى ايه السبب ما حذرتش ساعة لجنة التقصي وبتحذر ساعة قرار او رد هشام جنينة او لجنته طيب دي علامة استفهام خدها كده تحتباطك كده وتاخر وتعالي نشوف علامة استفهام تانية في نفس في نفس التوقيت ده النهاردة بازدر قرار حذر النشر في اليوم التالي لرد جنينة فمش هنقدر نتكلم في رد جنينة هكلمنا فيه مبارح بس خلاص وانا اشدعو ده في حذر نشر لازم نرفضه لكن نحترمه لكن هل يطرى القضاء المصري وتقاليده واحكامه وقيمه بتقوليني يا حذر النشر امبارح مش النهاردة امبارح بالابس في ليلة يعني اكثر جمالا من ليلتنا هذه على رأي زكي طوليمات في الفيلم ده صاح الدين صدر حكم من محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار رفيع المقام الجليل يحيى الدكروري نائب رئيس مجلس الدولة امبارح بالامس البارحة بيحكم ببطلان قرار حذر النشر في قضية تزوير الانتقابات الرئيسية 2012 طيب ليه نرى حيسيات الجليل يحيى دكروري واشارت واكدت المحكمة ان الاخبار والمعلومات التي تخص الشأن العام تعتبر من ادوات تشكيل الرأي العام مؤكدة انه للمواطنين ولوسائل الاعلام انا يعني احرى وسائل الاعلام الحق في اللجوء لمصادر المعلومات الصحيحة للحصول عليها وتداولها ونقلها واجراء النقاش والجدال حولها ليشكل كل مواطن رأيه في الشؤون العامة على هدى من نور الحقيقة ودون حجر على حرية الفكر الله الله يا مستشارنا الجليل شوف حكم المحكمة الناصع بيقول ايه وكأنه يريد وكأنني اريد لسيد النائب العام ومكتبه ان يقرأوا حكم هذه المحكمة الرفيعة علشان نعرف مشكلتنا احنا كرأي عام وكصحافة مع حظر النشر الذي افرط في استخدامه واكدت المحكمة ان محتوى الاعلام يؤثر في الرأي العام قائلة فاذا كانت مادة الاعلام صحية وصادقة في اخبارها ومعلوماتها ادرك الرأي العام حقيقة ما يجري ادراكا سليما اما اذا حرمت وسائل الاعلام من المعلومات والاغبار الصحيحة فان ذلك ينعكس سلبا على الرأي العام واشارت المحكمة ان كل مساحة تخلو في وسائل الاعلام من المعلومات والحقائق تمتلئ بالاكاذيب والتضليل وكل خصم من العلم الصحيح بالحقائق يؤدي الى زيادة الجهل والانتقاص من الوعي العام ويؤدي الى عدم مصداقية وسائل الاعلام ويصرف الناس عن متابعة الشأن العام كما يجرد وسائل الاعلام من تأثيرها الايجابي في الدفاع عن حقوق وحريات المواطنين وتبني قضاياهم ان كل تقييد الحق المواطنين ووسائل الاعلام في الوصول الى المعلومات الصحيحة والاخبار الصادقة على غير سند من القانون وبدون مبرر يستند للمصلحة العامة يعد مخالفا للدستور ويهدر الحقوق التي اقرها للمواطنين ووسائل الاعلام ان من مصلحة المواطنين العلم بحقيقة ما يدور لما الحكم وحيسياته نقدر نهديها لكل صاحب قرار بحظر النشر يعمل لنا الحالة دي الحكم يعمل لنا حالة النور دي بانه لا موقفنا فيما يخص الخصومة مع حظر النشر والتي نعتبرها حجبا للمعلومات ونعتبرها وقفا لحق او مصادرة لحق المصريين في المعرفة خصوصا خصوصا انه لما يتم ده في لحظة بدت وكأنها آآ تالية مباشرة لموقف لجنة الجازمة جازمة وحسابات بينما لم تصدر مثل هذه القرارات بحظر النشر ولا وجهة ولا تلت تقرير لجنة التقاصل الحقائق وكأنني ابرأ انا ابرأ اهو انا ابرأ عشان بس لو لو نعمل سين وجيم انا ابرأ بالمسؤولين عن هذا القرار ان يكونوا منحازين لطرف ضد طرف انا ابرأ اهو شان لو فيه سين وجيم انما الا يستدعي هذا تساؤلات من المواطنين العاديين الطبيعيين انه ليه لماذا الان لماذا الان وحالا وفورا يبقى بقى خبر اخير اريد ان اشير اليه بعد الموقف النبيل والرائع اللي اه خده سيد رئيس الجمهورية امس بيز يعني باستقبال ابنائنا المصريين اللي كانوا مخطفين في ليبيا وحررتهم اه في نجاحات او في نجاح حقيقي يعني اجهزتنا السيادية المسؤولة اذا بينا النهاردة خبر انه ضبط تمانية وعشرين اه شاب مصري وحاولونا الهجرة الى ليبيا الى ليبيا امبارح ريس ده بينقذ عشرين او مصر بتنقذ ورئيس بيستقبلهم يعني متوجا للجهد الرائع ده والنهاردة الصبح مش يوم تاني مش بعد اسبوع النهاردة الصبح بسكنة ده معرفناش لسه البقية ممكن يكون في ناس تمانية وعشرين واحد بيهجروا راهين فيه راهين ليبيا برضو ده يرجع تاني اللي انا كلمت فيه مبارح نحل الجزور الجزور موجودة في المسح اللي عملوا الجازم تعبئة والإحصى في مصر لأسباب الهجرة راحوا بحثوا تسعين ألف أسرة لقوا خمس تلاف أسرة منهم آم 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 وعملوا البسح للدراسة اللي انا عرضتها مبارح للأسباب هجروا هم مين وهجروا ليه وهجروا فين واشتغلوا ايه هناك وبيصرف الفلوس اللي بجيبوها على ايه فلما نعرف الأسباب دي ونعرف ونشتعل بالعلم بقوا بالدراسة وبالتخطيط نعرف نواجه مفارقة غريبة وعجيبة زي دي بينما شباب بالأمس يحرر عشرين واحد من أبنائنا في ليبيا مخطوفين إذا بنا اليوم تمانية وعشرين منمسكهم هم راحين يهجروا لليبيا برضو الأمر بقولكم يا استدعي ان احنا نفكر تفكير علمي وإدي الدراسات تتعاملتها هي مش من جهة غريبة ده من جهة وطنية ومهمة جدا ومعلوماتها هي نقعد بقى ندرس ونخطط ونبني ونرد على دا وعيش بقى كده نغير هنا ايه ونغير هنا ايه علشان نوصلش للنتيجة دي ده اللي المفروض نعمله انده ما الحالة اللي احنا بنعملها سواء في لحظة عاطفية او فيه بطريقة عشوائية او بالاعتماد على اهل الثقة مش اهل الخبرة ولا الكفاءة والشغل بالطريقة اللي فيها الروح المصرية الصميمة اللي بقالنا اربعة وستين انا بقوله هو اربعة وستين سنة نفسه بقى اهل ثقة ما تصورش ان احنا كل مرة هنقض ننقذ ولادنا نلاقينا في ولاد تانين رحيم ليه لان احنا ما حلناش الجدر ما حلناش الجذور نلتقي بعد الفصل وصل صوتك اذا الى الصوت الاول صام هليل صاحب سيارة نقل وقفت السيارة بسبب قرار وزير نقل سابق بتحصيل جباية على السيارة والوزن الزايد ما فيش حد بيرضى يحملنا وزن هليل كل مقاول عايز يحملنا عايز يحملنا وزن زايد الوزارة ورئيس الوزارة ووزير النقل شركاء في المسألة دي مقطورة اللي بتقتل الناس في مصر بتقتل عشان وزنها الزايد عشان السائق ما بيقدرش يتحكم فيها انت بتاخد مقابل دم الناس لما بتقول للسواء امشي بحمولة زايدة يبقى انت بتقتل الشعب المصري وانت شريك في دمه امشي بحمولة زايدة يعني بتكسر الطريق وتدمره امشي بحمولة زايدة يعني بتقتل الشعب امشي بحمولة زايدة يعني انت بتسرق صاحب السيارة واحنا كلنا ماشي بحمولة زايدة على فكرة البلد ماشي كلها بحمولة زايدة اه وده عامل اعباء على البلد كلها برضو المنطق اللي بيكلم فيه صاحب مصلحة من منطقة الوضوح بيقول رأيه وحجته بالمنطق وبالحباس ده وبالروح اللي فيها فهم مشكلته جامدين اهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه بمعلمين ولبسين الزي الشعبي ومعلم فلالة ده هو راجل برينس يعني انه انت بتعمل خسارة للطريق اللي انت ماشي وها سبق ان انا يعني سألت المستشار وزير النقل السابق لشؤون الطرق هو احنا هو راجل مروفيسير عظيم يعني مش حاجة قليلة حاجة عادة 40 سنة بيدرس في الخارج وحاجة خبير في الخارج مش فكرة بيدرس وجيه هنا مصر علشان عايز يخدم بلده يعني معرفش ولسه موجود في وظيفته ولا لا فسألته قلت له يا دكتور هو في معاجير للطرق في مصر فاجابان الرجل لان هو بقاله فترة 40 سنة في امريكا فمش واخد على المراوغات يعني واللف والدوران والحطة المصر الجميلة بتاعت انك انت يعني تحصل طول الوقت على رد مش رد يعني تعرفين احنا عندنا طريقتين كده في الحياة فيه في تعاون مثلا مع المرض لما انت تروح لا قدر الله مريض فتروح للدكتور فيه دكتور يقولك بالطريقة المصري اللي هي لا 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 دا حاجة بسيطة ان شاء الله وهتعدي لا ما تقول يعني متشلش يهم لا دا دا هي حاجة بسيطة دا هي مش عارف ايه وقد يخفف لك من الامر ويهدق من روعك وما يقولكش حاجة غير الكلام الهايم الغايم اللي مش مفهوم دا بغرض تطمينك يعني وفيه طبيب تاني منهج تاني في الطب يعني يقولك انت عندك ورم ولازم نشيله خلال ثلاثة ايام ولو ما شلاش الورم هينتفخ هيتورم اكتر وقد يقضي على حياتك خلال عشر تيام حاجة كده محمود الميليجي فيه اه يعني اه حكاية حب لعب حالين تلاتة شره يموت فيه الطريقة دي وفيه الطريقة اللي هي التهويم دي احنا بقى دايما في اجاباتنا التهويم دا يا عم قولي يكلمني دغري تعرفين لو احنا يعني التزامنا ان احنا بقى دغري مع بعض كده الدنيا تبقى لطيفة خالص انه احنا دولات شغالي اللي هي ما نلفه واندور اللي هي ما نشتم بعض بس دا كل الحكاية ارجع تاني للاجابة الدغري بقى اللي راجل متعلمها بره فالك لا مفيش معايير مفيش معايير خالص مفيش كراسة شروط كده بتقول فيها الطريق دا شكله ايه وعمل ايه ويبقى ايه وسمكه ايه وارتفاعه ايه واسفلته ايه مفيش دا خالص اللي بيحصل اللي حكاه اه يعني المصر الجميل اللي هو صاحب العربية النقل دي اللي هو ادي الطريق بيتبهدل ادي اسفلت بالعربية الزايدة التحكم فيها بيخلي السائق يعني ينحرف بها يعمل بها حدسة يحصل ونسب العربية النقل في الحوادس طبعا بالتأكيد زي ما كلنا عارفين اضخم بكتير من العربيات غير النقل فضلا على حاجة مهمة جدا وهي ان العالم كله بينقل دلوقتي اه من خلال نقل السكة الحديد النقل النهري النقل البري دا نقل نسبته اقل من السكة الحديد والنهري عدم نصر العكس يعني المفروض النسبة تبقى اه ستة وتسعين في المية اه عن طريق نقل البضايا عن طريق السكة الحديد وعن طريق النقل النهري احنا عندنا في مصر اربعة في المية طبعا كويس ان الدولة مؤخرة للحكومة عملك اه عودة طريق النقل النهري ما بين اه اه قاهرة وضميات دا خطوة طيبة يعني لكنها الحقيقة خطوة اولا متاخرة الحمد لله استعاد الطريق لكن الحقيقة لا لازم في منطق ان يرجع عليها النقل النهري والمواني النهرية وكذا المينة على على النهر النيل فانا النهر النيل كمان لازم يرجع علينا لانه النهر النيل مش بتاعنا الدولة بتاع الصرف الصحي يعني احنا قصاد مشهد بقولكو انه في حاجات كتير لازم تتعدل احنا طبع بنعمل شبكة طرق كبيرة جدا ومهمة جدا بالمناسبة ويمكن دا يعني يمكن دا المشروع العملاق الوحيد اللي انا متعطف معاه وحبه يعني حب حقيقي يعني انه منتك انه هيعمل حاجات كويسة لكن برضو اه واحنا بنعمل شبكة الطرق دي لازم ناخد بالنا انه دا السكة الحديد مش اللي هما بيقولك هنوقع القطر الكهرابي كهرابي ايه بس الوقتي ما هو بقولكو فيه اولويات عندنا خمسمية وتمانين محطة في مصر فيها مشاكل خمسمية وتمانين وده رقم كبير جدا وهال وكنز ومهجورة ومش شغالين وهي انه انا كان نعمل الكهرابي من مش عارف الجيزة واكتوبر يعني من حب احنا الحاجات دي انما ان احنا نشتغل على طريقة وقعنا ايه ومشاكلنا ايه ونحلها على قدنا ونحلها بطموحات اه مصرية بحكة يعني اه تخدم واقعنا وتسهل حياة اه 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 اهلنا ومواطنينا لأنه افكار بقى من نوع الكهربائي والفضائي يعني هل احنا ممكن دلوقتي وحنا عاديه كده نقول احنا عايزين نوصل للامر ايه ريكم مصر نعمل برنامج للوصول للامر يا سلام ده وقته وده اللي رايصنا يعني طيب هي بالزبط كده ما نعودش بها نعمل في افكار يا زي يا زي ايه نوصل للامر مش وقت ومش تاقطنا ومش في كنياتنا ومش يخدمنا بحاجة احنا لو وصلنا الزأزي احسن يلا نشوف الصوت التاني انا اسم حمزة احمد محمد محقق قانوني بمدرية اوقاف الجيزة عندما رأيت الفساد بعيني حاولت محاربة الفساد وتواجهت للسيد وزير الاوقاف حيث ان مدرية اوقاف الجيزة غارقة في الفساد وعندما حاولت محاربة الفساد كمواطن مصري شريف وكوازع ديني حربت بالتعدي على بذني بالضرب وسرقة مالي وأوراقي وهذا صابت بالقضية رقم 599 امام النيابة الاذانية والجنحة رقم 649 و 849 امام اسم الجيزة جنح الجيزة لسنة 2016 وتعرضت للتهديد في بدني حيث ان انا احارب الفساد في مدرية اوقاف الجيزة طيب طبعا للشاكي حق الغضب وللمتألم حق ان يكون يعني متألما وغضوبا وممكن يقول امور تبدو كأنها يعني حقائق نهائية بالنسبة لي ولكن بالنسبة لي ما نقفش نتبناها ما نقفش نقول انه مدرية اوقاف الجيزة فيها الكلام ده الا لما نحقق ونتحقق لكن ليه ما بنحققش يعني هذا الرجل بكل رغبته في مواجهة الفساد وبكل الإخلاص ده لدرجة انه التعرض للضرب ويعمل يعمل وفي كتير قوي في مصر كده ضد اي اه يعني حرافات بيشوفوها او يبذلوا جهد جبار لمواجهة فينكل بيهم ويتروشوا ويتهبوا بالجنون احيانا ويبقى طول الوقت اه ناس منزعجة منه مش عايزة تسمعه وهو بقى تتلبسه حالة مواجهة في ذلك درجة انه يعني لايكل ولايشرب ومعاملته الاهل ومتاعه لانه هو بقى ويشعر بالاضطهاد وازاي انه هو بيدور على حاجة محترمة وكيسة للبلد بيحصل فيه كده فيمرض ويقع في جسمه المرض واحيانا في عقله مش معقول ليه احنا نترك مواطنين كده اللي هم يكادوا في لحظة من الغضب ينفجروا نتيجة رغبطهم في مواجهة الفساد فيواجهوا بكل ما يعني اعتداءات زي ما راجل حكى وزي وكتير ما ما بنشوف لكن ده المفروض انا كمسؤولين بقى وسارع واشوف ايه اللي في مدرية اوقاف الجيزة وبالمناسبة بقى وده كلام انا اللي مسؤول عنه لا الاوقاف فيه هيئة الاوقاف والتعاون مع الاوقاف لما تشوف تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات والمناسبة والرقابة الادارية لا ده حاجة مشكلة ضخمة ولما تسمع حكايات الناس انتوا لو بي لهو ما هو برضو ربنا سبحانه وتعالى بيسوق لبعض المهن اه فرص تعرف على الم اكبر وتفاصيل اكبر من المجتمعها من مهن اخر يعني الطبيب بيشوف الطب الصحافة او الان بيشوف كل حاجة بيشوف كل المجالات فلما تنصت وتستمع الى كثير عشرات عشرات ده ده الواحد بس بيشوف عشرات بملك بقى بمجموع الاعلام المصري للحكايات للحكايات عما يجري فيه الاوقاف وفي هيئة الاوقاف وفي العمارات الوقف والشركات الوقف امور يشيب لهولها الولدان ليه؟ لانني دعني اقول بوضوح ان الامر لم يعد في مصر منذ اربعين عاماً هنا ما انا بقول اربعين سنة مش اربعة وستين منذ اربعين عاماً لم تعد في مصر ظاهرة اسمها فساد ادارة بل صار في مصر الظاهرة اسمها ادارة فساد يعني الاصل هو الفساد ويتم ادارته مش ادارة فيها فاسدين وملوسين لا 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 بقى فيه فساد يتم ادارته ادارة فساد هكذا الجريمة منظمة فعلياً ورسمياً يعني ودي مهمتنا كبلد ان احنا نواجه ده دايق بالمناسبة كل محاربة ومكافحة للفساد تعطي املاً اكبر للناس وللوطن تعطي طاقة اكبر للبلد انها تتقدم كل كشف القضية فساد كل محاربة لمنهج فساد كل محاربة لمنظومة فساد كل محاربة لإدارة فساد كل محاربة القوانين لا تنتج إلا فساداً ولوائح لا تنتج إلا فساداً ده معناه امل كبير جداً في ان احنا نزيح السخرة عن باب الكهف اللي احنا فيه عارفين القصة بتاعك كلما حكى فرد من المحبوسين في الكهف عن شيء جميل عقل في الحياة وموقف يعتقد انه يعني قصد فيه وجه الله تعالى فاذا بالصخرة تنفرج واحدة وراء اخرى بعد كل قصة منيرة يحكيها كل منهم كلما واجهنا الفساد كلما تحركت هذه الصخرة الكأود التي تسد علينا مستقبلنا بعد الفصل اللي انتقي الجانب الاخر من الرواية طبعاً يبدو انه وكأن قضية التجديد الخطاب الديني قد ماتت قد صعدت روحها الى بارئها وانه ربما بدى لدى البعض انتصاراً مؤذراً لأنصار الجمود والتجمد العقلي والفقهي والديني وربما قضية الحكمة على باحثنا الشاب النابه المفكر اسلام البحيري اللي طعن قلوب كثيرين جداً ممن كانوا يطمحون الى ان تكون دعوة تجديد الخطاب الديني دعوة صادقة على اقل لو كانت صادقة النية كمان تبقى صادقة الفعل فبدى الامر احباطاً ما او توجعاً ما او الماً ما او شماتة ما لدى اطراف دون اخرى لمفهوم تجديد الخطاب الديني الذي بدى وكأنه كمان يخبأ الان في مخبأ او يدفن الان في مقبرة او يوضع الان في متحف لكن خلينا اقول بوضوح ان هذه القضية وربنا سبحانه وتعالى سيسوق لهذه الامة من ينتصر الى دينها الحق الصحيح وليس الى التصور المنافق او المتطرف للفكر الديني وان ربنا سبحانه وتعالى سيجعل من خلف هذه الظلمة نوراً بجهد المفكرين والمثقفين والمجددين والمكتهدين والمخلصين والمثابرين والعازمين والمتوكلين على الله لان الموضوع ليس من اليوم واحنا كل دعاة تجديد الخطاب الديني اذا عدنا الى ارشفنا اللي كتب او اللي زع او اللي قال والى دراسات كل هؤلاء الذين يتكلمون عن تجديد الخطاب الديني بقولوا هذا الكلام من 30 سنة ومن 20 سنة ومن 25 سنة فقط مؤسسة الاظهر تقول هذا الكلام في اليوم التالي لما قاله او عندما قاله الرئيس السيسي فقط لكي نعلم لكي نعرف من هم الذين ينتصرون حقا الى تجديد دينهم ومن الذين يركبون فوق ظاهرة بدت لهم يعني كبيرة ومجهة عالي فنركب الموجة وهبطوا بها بطبيعة الحال لكن كتير بسمع اه هذا السؤال ويوجه لي طب نعمل ايه يعني ايه تجديد خطاب ديني لانه كمان تجديد خطاب الدين اختطف في فكرة التطوير المناهج اللي هي عار عار مهما دافاه عنه مهما قالوا عنها مهما الدعوا وزعموا هي عار بلا منازعة نعمل ايه يعني ايه تجديد خطاب ديني تجديد خطاب ديني يا جماعة يعني الدولة تعد مع نفسها بس الدولتنا دولة دينية مش دولة دولة سلفية مش دولة مدنية خالص خالص فيش دولة سامعة وطاعة طيب دولة مدنية طيب نقعد مع بعض كده ونقرر يعني ايه استعادة مصر ما قبل منتصف السبعينيات ما هو بالمناسبة احنا كان عندنا خطاب ديني معتدل ووسطي ومحترم ومنور قبل منتصف السبعينيات قبل الاعدة اللي قعدها عصام العريان مع حلم الجزار مع مينعم الفتوح مع سعيد عبد عظيم وغيرهم في كلية طب الاصر العيني وعملوا الجماعة الاسلامية اللي تفرعت بعد كده فيه جماعة اسلامية وفيه دعوة سلفية وراحوا اللي انضموا للاخوان المسلمين وسعيدهم في ده طبعا الموهبية بفلوسها بتمويلها واجهزة الدولة بتواطؤها وتدلسها راسبي 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 تدليس راسبي هل ده اطلاقا انا اعتمد على الرئيس محمد انور السادات الزعيم الراحل الجميل العظيم ده وبيعترف فيه خطابين في 14 سبتمبر و25 سبتمبر قبل اغتياله بايام بخطأه وخطأته في احياء هذه الجماعات وهذا التيار طيب اذا الموضوع سهل خالص نرجع لما كنا علي فكرا دينيا ما قبل 40 عاما حلو خالص ده موضوع مش متوه مننا خالص يعني احنا عندنا النموذج بتاع مصر مش بتكلم على اللي هو ما قبل انتشار الوهابية في العالم الاسلامي وقبل غزو السلفية للمصريين لكن تعالوا الاصل يعني ايه هو ايه الاختلاف فين الاختلاف وليه اللي انا بقوله ده واصر عليه والقبيل الله يوم القيامة ان مؤسسات الدولة فاصلي اللي بتحارب ارهاب ولا نيلة دي بتشارك فيه مؤسسات الدولة بتحارب الارهابيين الارهابي تنظمات الارهابية اللي بتعمل عنف وتعمل خطر على البلد انما هي بتحارب بقى الارهاب فكر لا خالص زي بتروجه وبتدعمه احيانا بتتبنى اي حد يتبنى افكار سنة السلفية ويراها هي حق الاسلام والاسلام الحق واي حد يتبنى الوهابية ويقول الكلام اللي بتقوله الوهابية هو في حقيقة الامر ينتصر الارهاب على طول هو ما بينتصر شيء للمدقاء اللي بتضرب ولا للعبوة اللي بتفخخ بصوة ما ينتصر للفكر اللي بيودي للعبوة وبيودي للسلاح دونما زرت شك طيب ايه الخمس حاجات اللي لازم نضحهم كده عشان لو احنا عايزين نحارب الارهاب مش الارهابيين واعتصار ده بقى دور المثقفين والمفكرين والمجددين والمجتهدين وجماعيات بقى حقوق الانسان وجماعات المدنية في مصر لانه خلاص ارموا طبط الدولة ارموا طبط الدولة دولة عايزة عمائم تنافق وعايزة اشويخ يطلعوا يقولوا اه دعاء في نهاية الخطبة للرئيس بيعني اه بالفلاح والنجاح والسماء والطاعة وسماعوا ليه الامر الدولة مش عايز حاجة خالص غير كده اجهزة الدولة مش عايز حاجة خالص غير كده احنا ما نعوز ليه دي بلدنا ووطرنا وميكلم على احفادنا وابنائنا وبالمناسبة اللي بعتقد انه طول الوقت المسؤولين على صحة وبينها وهم اللي عارفين كل حاجة وفهمين كل حاجة اقول لهم ما كانش ده حلنا ما كانش ده حلنا ويا سيدي من اربعة وستين سنة ما كانش ده بحلنا كان زماننا دلوقتي السويد كان زماننا دلوقتي اه يعني اي دولة يعني ناهضة اقتصادية كده انا كوريا الجنوبية لو احنا يعني لو هم بيفهموا كل حاجة عارفين كل حاجة وعملوا كل حاجة صحة وهم اللي فهمين مصلحة البلد وهم اللي عارفين كل حاجة ها ما كانش ده وضعنا من ضحضيرة لضحضيرة طيب نجد هنا نعمل ايه ايه هو تجديد الخطاب الديني تجديد الفكر الديني قائم على خمس عناصر اللي هم عكس الارهاب اللي هم اعمدة الارهاب الخامسة انت لازم تكسر اعمدة الارهاب الخامسة دي وتعمل الاعمدة الصح الخامسة برده في مواجهة اعمدة الارهاب الخامسة ايه اعمدة الارهاب الخامسة اول حاجة التكفير اول حاجة فيهم التكفير والتكفير هنا مش الفتوى اللي بتطلع بتكفير فلان او ألان بالمناسبة بجل الضابق بتاعة داعش منطلع فتوى في العدد الاخير بكفر مفت السعودي بينه كافر فمسا عشان اقولك التطرف والارهاب والغلو والسلفية بتوصل غاد فيه بيزيدوا على بعض بيتاموا بعض بالكفر كمان ما هم ما فيه جي سبعين فصيل في سوريا كلهم بقولوا على سبيل اسلاميين وكلهم بيكفروا بعض فنيجي هنا التكفير مش فكرة بيكفر اهو مكفروا مفت السعودي اللي هو مكفر نص القرى الارضي وكان يقوله على ابن تيميه دا بيكفر الطير في السماء من كتر افراطه في التكفير هنا القصة مش موضوع القاء تومة الكفر او فتوى الكفر على حد شيء يقول لازر احنا ما يقولش على داعش كفر يا سيب ماشي يقول على اي حد مختلف ما عارف الرأي انما داعش ما تبقى ماشي خلينا نتكلم هنا اننا كمان مش مقرم بانه يقول على داعش كفر او مش كفر يا داعش من وجهة نظارها هي اللي بتطبق الاسلام الصح كفرت ايه انما هنا بقى القصة بتاعت حق اي مسلم ومنسمى بقى الدعية وبرهامي ومد رجل والعالم دي اللي قاعدة غاوية تكفير حق اي واحد فينا انه يكفر حد انه يفكر انه واحد قدامه ولا معه ولا اراله ولا شافه ولا جايه كافر اساسا يعني انت عشان تجدد لفكرة دي لازم تخوض حربا هائلة ضد فكرة التكفير مش انه فلان بيكفر فلان انه فلان يفكر اصلا في زهنه انه من حقه يكفر فلان اصلا يعني انت تقعد تشتغل بالمناهج والمنابر والكتابات والمحاضرات والندوات والبحوث والدراسات والجوابع والتلفزيونات انه اساسا مفيش تكفيق لا يملك المر ان يكفر من يكفر هو الله انت حتى مش من حقك انزال انزال حكم التكفير على اي بريادة هتقول لي لا وازاي والعلماء والمرتد مفيش حاجة اسمها مبرتعي فيش حاجة اسمها حد رد اصلا فيما يخص التكفير هتقول لي ايه ده ان هو ايه واطلع بيقولك اه انكر حد رد يا سيد علماء اجلاء افاضل ائمة بيقولولك مفيش حد رد وفيه ائمة تالين بيقولوا وهي ما هو ده الفكرة يبقى انت اختيارك بقى اني فيهم اللي اللي تراه اه وسطية اي فيهم اللي تراه منطقا واي فيهم اللي تراه حجته وسنده اقوى واي فيهم اللي يخدم الحرية اللي هي المقصد الاساسي للدين هو اللي تختاره وما تفزعوش من حاجة ولم حد يقولك مفيش حد رد اه مفيش حد رد اي بيه ناس بيقولوا فيه ايوة وفي ناس بيقولوا مفيش اي باي اي باي ساعتها من حقك انك تقول مفيش حق رد حد رد علشان ايه ليه هو القصة ايه حد الرد علشان هو عايز يسمح لنفسه بحقه في تكفير الاخري فحقه في تكفير الاخري بيخله كل جماعة بتكفر وبتقتلك هصلت لما تقول ده كافر تعمل ايه بقى تدي نفسك اقتله على طوح حل دمه واتله فاته تقول ده فلان كافر ويحد التاني يقول لك مش دعوة انا مقولتش تقتل انا انا مريء من ايه اتله انا مريء يا سلام انك كذاب كذاب اشر مدلس مجرد انك تقول لعلى فلان اساسا ده لاي لا تملك هذا الحق اطلاقا فالبا احنا اول حاجة نعملها ايه ان احنا نقصل فكرة منع فكرة التكفير مش ان انا اقولها مش انا احكم بيقى على حد اصلا فده عامود اول نخش للعامود اتي طبعا انا ممكن اعمل كتب في كل حاجة من دي يعني او يعني اسات ذاتنا او مباحثينا يشتبه بس انا اقول لك على الافكار الاساسية اجملها لك لانك انت ممكن تسمع من اخرين بتاع ايه هو بقى تكنية الخطاب دي وايه بقى الخطاب دي وايه فكرة دي اول ده انا بقول لك اول دي الاعمدة الخمسة اللي احنا لازم نتكلم فيه فلما تيجي تحاسب بقى مناهج الازهر مناهج التربية والتعليم الكلمتين اللي بتطلع في اي خطبة اللي مش عارف ايه الدعوة التجريخي طابد دي على ده هيغير في دولة لو ما غيرش في دولة ما يقولش يحسن لا يعمل فيها محاضرة ولا يقولك ده دكتور فلاني واحنا نتكلم ايه وبنستجيب لدعوة الرئيس نتكلم ايه اللي مش هتكلم في دولة وينائش دولة يبقى يكلف موضوع تاني خالص مش دعوة تجيخ طابد ديني طبعا ده وجهة نظري يعني الجميع انه يختلف زي ما ما عايز ايه العمود التاني الشريعة هي ايه الشريعة ما فيش في القرآن حاجة اسمها الشريعة الاسلامية ولا النبي صلى الله عليه وآله سلم لفظ بهذه الكلمة في كل الاحاديث لا الصحيحة ولا المنسبة اليه تزويرا وزورا الشريعة دي عبارة عن مجمل الشريعة دي كمان كلمة شريعة كل ناس يوحلها الشريعة لا بيكلمة على كلمة الحدود على فكرة الحدود الشريعة دي من اول شهادة ان لا اله الا الله مجمل فيها عبادات وفيها اخلاقيات فيها معاملات فيها المعاملات دي لفعل احكام وفيها قيم واخلاء موضوع لو موضوع فكري واسع جدا انتجته عقول بشرية محضة بعد عشرات عشرات ايه بعد مئات السنين من البعث النبوية اصلا ده منتج بشري فكر مجموعة من الوعز على الائمة على الكتاب على ايه او وطلعوا بالمصطلح واشتغلوا بالمصطلح كاين هو ده مفروض علي انا ان انا اتبعوا اسمعوا ليه ده اجتهاد مستنبط يقولك من القرآن والسولي سيد ما انا استنبط انا اخر فحد يقول لنا كده فين النص الالهي على الشريعة الاسلامية ده منتج بشري محت نقدر نختلف فيه نقدر ده واجب علينا نختلف فيه وروح اقروا اقروا دكتور محمد ابو زهرة وروح اقروا شيخ محمد ابو راية واقروا دكتور محمد عبدالله عدراز واقروا دكتور محمد سعاد جلال واقروا واقروا شيخ شلتوت واقروا اقروا وانتوا ما بتقروش بس اقروا هتلاقي كل ده انا ما انا ما جبتش ولا اسم من هؤلاء بقى الذين هقول لك اااا ان احبش هتطاع حسيق مال وطاع حسيق ومعازيك يسيق ماشي هتلاقي الاسباق شيوخ في الازهر الشريف فليه بقى لانك انت لما تقول انه في شريعة انت ملزم بيها وهي دي والمنتج ده طب انت لو ما خدتشه عملته تبقى فعلا راجب ما بتطبقش الشريعة يبقى انت طول الوقت يتقط وراوغ لانه في جبن في جبن وفيش حد عايزه واجه يقعد فالجبن ده يقولك يقعد بقى نراوغ في فكرة لا اصل التطبيق ايه اصل يا اخي ناقشني الاول في الشريعة انت كلمني الاول انت رأيك انه انت ماشي كده مع الامام الشطبي ولا مع الابجوري او مجموعة الفقهاء او الامة او المشايخ اللي قالوا لنا اصل هيك ده الشريعة او حتى مع اه مفاهم عبدالرزق السنهوري لا انت انت حر طلع ما انتكك جديد بعصرك وبعقلك وبوعيك وباجتهادك مع نفس النص المقدس القرآن الكريم خدوا لكم احنا عندنا عزمة كبيرة احكالك في العمود اللي بعد كده او اللي بعد بعد طيب النقطة التالتة الخلافة مفيش خلافة اصلا ويطلع الازالة ويقولك والخلافة ايه خلافة تيه اللي تعود مين قال ان الخلافة هو نظام اسلامي مين قال اه قال فلان قال وعلان قال يا سيدي وفلان وعلان قال ومش من النظام اسلامي وثم تعالي نوعد كده قولي برضو طلعهولي في القرآن والسنة كده الخلافة طلعها لي مفيش ده منتج بشري برضو ناس مجموع لك قال الخلافة وخلافة ايه برضو والوهم بتاع الخلافة بقى اللي هو هو الخلافة وخلافة ايه انا بادعو كل المسلمين للانتباه لحظة انتوا انتوا عشتوا اللي عمره 40 ولو عمره 50 ولو عمره 70 ولو عمره 8 بلد الصحة وطلطل عمره الجميع والو عمره 10 سنين يا ايها المسلم هل انت سمعت في حياتك او قرأت عن نموذج عدل في الاسلام لحاكم ايه اللي عمر عبدالخطاب وعمر عبدالعزيز هو انت حلتك انا بسألك اهو انت حلتك الاثناشر سنة دولة في الالف وربعمائة سبعة وثلاثين سنة ولا ست وثلاثين سنة حد يطلع لي وراء اقول لك لا ازاي في نموذج عدل والخليق ده احنا ما ده ده التاريخ الاسلامي كله والمسلمين والشيوخ والدعاء والوعاص واللي عاملين نفسهم اه يعني اه ائمة واللي عاملين نفسهم مشايخ لا شيء يملكونه في تقديم صورة العدل في الخلافة الاسلامية او حتى في الاسلام اللي يحكي للعشر سنة دي بتوع عمر ابن الخطاب والسنتين وشوية بتوع عمر ابن عبدالعزيز اتناشر سنة طب ما هو لو اللا لو الخلافة دي نظام عدالة لو الشريعة اللي انتو بتكلموا عنها دي بتعمل عدل اشمعنا اتناشر سنة من الف وربعمائة اه ان الاستعمار يا خلاص يهور الاستعمار في ستين دهجة خليني اقف لغاية سقوط الخلافة العثمانية نشتغل الف وتسعمية اهو اربعة وعشرين ولا ستة وعشرين تعال اهو قول لي احكيلي بقى كده قبلها طب بلاش انت فكيك قوي وصل الاستعمار والمؤامرات وصله طب ماشي احكيلي كده في الدولة الاموية ايه غير السنتين بتوع عمر ابن عزيز تسعين سنة اوه مش دولة هو هي تسعين سنة ايه غير السنتين بتوع عمر عبد العزيز احكيلي شوية كده قول لي شوية من عدالة يزيد بن معوي عبد الملك ابن مروان ما تقول لي ما تحكيلي ما تحكيلي يا ابني انت مبتقراش حتى الكتب الوراك في المكتبة اللي بتدعو ان انت بتقروها دي طب بلاش خش على العباسي خلافة العباسي من اول منصور السفياخ ده ده احنا عندنا خليفة اسم السفاح اسم السفاح ده احنا ده هارون الراشيد اللي هو نموزج الايه والجاوز اتل نسل برامكة دولة نسل بالكامل افنى نسلا من 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 الرضع اللي فيهم للشيوخ الكبار والعواجيز ومع زلك بقى احنا اهو انا قاعد مستني هنا اهو يحكيلي كده على الخلافة العباسية نمازج العدالة الفضيعة الرهيبة ولا انت يا فكرك انه اه خش بقى على المماليك بقى وخش على الخلافة العثمانية خش بقى على الخلافة والدولة الفاطمية خش بقى احكيلي اقول لي كلهم طغاه بقولك طغاه طغاه طيب اه انت بقى خمك حكاية الخلافة اللي هو ايه بقى كان المسلمون يسيطرون على نصف العالم طبا الاسكندر كان يسيطر على العالم كله ده معنى انه كويس وكان حكم عظيم طبا الامبراطورية البريطانية اللي تكن تجيب عنها الشمس ده معنى انه عادلة وكويسة فانت بتكلمش على الخلافة انت بتكلم على السيادة لما كنت بنحكم العالم وما ده يقول كل حكاية ايه هزيحكم العالم بزمة ابوكو هتحكم العالم تعملوا بايه واحنا عارفين نحكم دول اه اسلامية لما نحكم العالم هنضمر اللي جابه ام العالم حضارة ايه اللي عندنا دلوقتي ايه اللي بنقدمه للبشرية دلوقتي نيني الموضوع الخلافة انا بقول لك انا ممكن نعمل في كل موضوع ده اه تلاتين حلقة طيب المتن والسند اه دي قصة كبيرة اولا علاقة بالحديث النبوي الشريف واللي كنت اقول لك هحكي لك انا بعد شوية دي هو ايه كتابنا يا جبعة كتابنا المقدس كتابنا المحفوظ من الله سبحانه وتعالى القرآن يعني الكتاب الالهي ايه يا جماعة القرآن في حاجة غيره القرآن كويس فهي لك الاحاديث طب خلينا نحتكم للعقل الكتاب الاصلي الاصيل الالهي المقدس المنزه ولا الاحاديث اللي هي النص التابع الشارح اللي كمان فيها حكايات كتيرة اوي في اه 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 الطعن في كسير منها بدليل البخاري نفسه اللي هم بيقدسوه اكتر يعني يعني كان لهم اش عارف شو البعض يتعمل وكأنه نبيه البخاري مش نبيه سدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب. البخاري نفسه شك في ستمائة الف حديث اختلع منهم ستة الاف. وبرضو الكلام على ستمائة الف حديث ده كلام يعني قاعد قديم للعمر احسبوها كده. قاعد ستمائة الف حديث ده انت لو انت بتفحص كل حديث ساعة يعني. طبعا مساعة من فهو دكتر بكتير. شوف بقى الروايات وايه بتاع طاقة بقى بشرية مذهلة. ساعة يعني. يعني معتك ستمائة الف ساعة في حياتك. ايس كده بقى البخاري كان بياكل امتى وبيشرب امتى وبينام امتى? وبيصلي بقى الصلاة طبعا صلاة جامعة في كل مسجد وقيم الليل ومجامعة زوجته ومراعاة اهله في نفس الوقت اه المعاش معرفش بقى كان بيقبض منين ولا عايش منين? فلما تقيس كده وبينام اكيد كان بينام يعني. فلما تحسب كده تشوف احد ستمائة الف يدرسوا مزاي? ومع ذلك ده موضوع فرعي. خليني في الاصل هنا. الحديث عبارة عن ايه? عن حدتين. الرواه وده باسمه السند بقى. اللي بيرو عن 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 عن. والسند والمتن اللي هو الحديث بقى نفسه نصه. فاسد ذاتنا مقه من اقاتل السنين? داخلين الاشكالية دي. هو الحديث صحيح عشان اللي رووه السنن عن 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 عن. سلسلة ذهبية. وناس كويسة يعني. ومتصدقها. ولا علشان المتن نفسه. ي يتصل ويتصق مع القرآن الكريم ومعقول ويتناسب مع الفاظ صدنا النبي وسياق كلام هو ده للحكاية احنا نصدق ان الحديث صحيح بناء على عن 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 ولا نتيجة النص نفسه اللي هو ده السند عن عن ولا المتن المعكزلة قالوا المتن نشغل العقل في المتن لانه مهما عن عن واجابوا حديث غلط لا يتصق مع العقل لا يتصق مع القرآن يتناقض مع القرآن ويقعد باقي هم ايه الجماعة اللي موجودين دلوقتي يقعد يلوه في فهم الحديث يقعد يلوه في الدراءة عشان ايه مش عايزوا الحديث غير صحيح ومراقض للقرآن لكن ازاي يقعد يدوروا على اي تأول ولكنت اللي جاهل انت لا بتفهمش انت مش فهمه صح وقال يلف لك لقابته ويقاملك ستين محاورة مدورة عشان برضو ما يعترفش دل الحديث يتناقض مع القرآن ويتناقض حدها مع العقل فهنا بقى المعرك ايه بعد المعتقل الاشاعرة بقى قالك لا مش العقل قوي كده بس والماء ويحاول يوفق بالاتنين المذب الاشعار اللي هو مذب الازهر وطبعا في ابن تيمية وبقى وابن قيمة جوزية والغاية بقى محمد بن عبوهاب وبن باس كنون بيكفروا بكلام ده ورده ورؤوا لاشاعرة دولا كفرة والماثردية دولا كفرة والمعتزلة طبعا كفرة فهنا بقى كتبك وابحاثك واراءك وخطبك ومنهجك وبتاع المفروض تمشي في سكة تعمق ايه انه النص الاصلي القرآن يتلوه السنة مش انا بقولك انا دعيتك قبل كده بعد بكرة بإذن الله روح لصلي الجمعة كلنا قلولي كده كم اية قالت وكم حديث هتلاقي خطب مصر كلها شغال على حديث وكأنما القرآن هجر بمعاني وتفسيره نيجي فقى للعمود الخامس وهو التاريخ المزور ايه التاريخ المزور ده بقى التاريخ المسكوت عنه هو احنا وده السؤال انت عايز تدرس تاريخ المسلمين ولا عايز اكتب لك كتاب علاقات عامة ودعاية عن المسلمين يعني احنا بندرس تاريخ المسلمين فعلا اللي بقولوا عليه خطأ عن تاريخ الاسلام وانتاريخ المسلمين هل احنا هندرسوا فعلا فنعرف الصحابة حربوا بعض ازاي والحروب الاهلية بين الصحابة انفسهم والخلافات بينهم ونعرف الممالك والخلافة الاموية قامت على الدم وسفك الدماء ازاي ونعرف السفحين اللي كانوا في الخلافة العباسية ونعرف مجتمع البشري التاريخ المسلمين والتاريخ البشر في حاجات منورة وعظيمة ورائعة وفي حاجات مهببة بستين سواد نوي نعرف ده على حقيقته ولا نعمل كتاب دعائي كل حاجة جميلة زي بالزبط الافلام اللي بتتناول تاريخ المسلمين فاول ما الكافر يعلن اسلامه يوم لابس ابيض والاضاءة بقى ايه تخش عليه جامل كده ويبقى منور فهيبقى الكافر لابس اسود بالمناسبة اللون الاسود هو راية سدن النبي يعني عشان كده مجدعيش بيعملوك مش الابيض يعني ف يلبس ابيض ويرق وتلاقي الممسك كان من خمس دقيقة في الفيلم كافر بقولك اه اننا سنقتلهم يا رسول الله ايه ده بالتاريخ الدعائي ساعتك دلوه انت تتكلم على اللي بجد الحقيقة يعني لما كنت تتكلموا بعض ازاي وتنقش بعض ازاي وقولوا ايه والحروف فيها ايه والاحكام فيها ويقعوا في بعض في ايه ويحربوا ايه ويعملوا حاجات عظيمة ازاي وييه بمؤمنين بتقوى شديد ازاي وتعرف كل حاجة كده الحاجات الكويسة والحاجات الوحشة اللي حصلت ولا نشتغلك اه افلام فجل الاسلام و يعني والشايماء انهم وضبين لك الدقن ومشزبين ونزود الميكب شوية ينور والاضاءة ولابسه بيض فبيض ويرق بصوته كده و يا اخي ويبقى ده وكده بقينا تاريخ الاسلام مش كده خالص هو ده التزوير بعينه نحن لما لما يحصلنا حظر نشر في التاريخ الاسلامي عندنا حظر نشر عمره قرون متتكلمش متقولش متكتبش متعملش فيطلع الناس المسلمين يطلعوا كده يصدقوا اي حاجة بتقولها لهم الجماعات المتطرفة واي تاريخ مزور بيقدم لهم هذه هي الاعمدة الخامسة لتجديد الفكر الديني التكفير الشريعة الخلافة المتن والسند التاريخ المزور من اراد منكم ان يجدد في فكر المسلمين فعليه بهذه الاعمدة لا شيء اخر نلتقي بعض الفصل عشرة اسباب تجعل مجتمعنا لا يقبل الرأي الاخر مجتمع الرأي الواحد عشرا من ربي ولادنا من صغرهم على ان هم يسمعوا الكلام وعدم النقاش انت ايش دي انت ايش دي بالمناسبة طبعا ولادنا بيتغيروا دلوقتي لكن بيتغيروا برضو على اساسهم بيسمعوش الكلام ويقبلوا برأي واحد ورأيهم من غير مات تتمزي الجوه دة حتى مجتمعنا بيربي على السمع والطاعة مجتمعنا بيربي الولاد على انهم يسمعوا الكلام وما ينقشوش وما يختلفوش وما يقعوش وما يطلمدوش مجتمعنا مش عايز حد يسمع كلمة لا مجتمعنا بيربي ولادنا وأجيالنا على مرض عربي أصيل اسمه الطاعة الطاعة كأنه حياتنا كلها كأنه مجتمعنا كله مطلوب في بيط الطاعة فالطاعة دي بتخلينا ما نعرفش إيه هو الرأي الآخر أصلا ولا نحترمه ولا نطيقه ولا ننقشه تاسعا لما نعرض لأي مشكلة نعتقد جاذبين ان احنا اللي صح عشان كده لا تقبل الرأي التاني يعني ويقولك آآ مما قلت الإمام الشافي رأي صواب يحتمل الخطأ ورأيك خطأ يحتمل الصواب طب تسمع الكلام دي يعني بيقول كلام يعني على الآل يقول على الآل دي وجهة نظري مدى علمي نصيبي من المعرفة لا في اعتداد شديد وعايز أقول دايما اللي مش قاري كويس اللي مش مسقف اللي مش مليان اللي مش بيشغل دماغه قوي بيبقى عنده غرور الجهل لابني لزينا بيبقى واسق في جهله بطريقة يخربت الدنيا ايه الجمال ده ايه السقة الرهيبة في جهله دي يعني طاع حسين لما يعني حاول يعني يصف شخصا يعني حاول يقوح معاه في غير حق فهل هذا راضي بالجهل وراضي الجهل عنه فإحنا عندنا بقولك دايما طول الوقت لا اعتداد الشديد بانه اللي تعرفه بس ولي صح عشانيا بس حد يقولك لا ده اه اه الواقع دي يقولك لا 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 ما حصلش مش حقيه لما كنت لما احكي في التاريخ الاسطيني يقولك التجارب كم ده من ايه يعني طب مش بألفه يعني لانه ما اسمعوش معرفوش ما يصدقوش وتقوله ده فلان اه والامام كزا قال انه اه اه رأي بهزا المعنى لانه ما اسمعش ان الحاجة واحدة وهم صدق ولا يقبل ولا يطيق ولا يتصور انه فيه رأي تاني اصلا ثامنا احنا كمان عندنا تصورات يعني خاطئة انه لو رأيك تنى غلط يبقى انت مثلا اه اه شخصية يتم الانتقاص منك او انك انت بقيت كده وحش او انك تطلع غلطان فيها لما تطلع غلطان وطبع ان تسمع كلام الاعتراف بالحق الفضيلة جميل يعني بس هل احنا بنطبقه يعني لا يمكن احنا طول الوقت عندك الاعتداد ده برأيك وبعدين ما عندكش القبول بانه رأيك غلط وما يتبقى اش تعالي برحابة ووضوح وده بقى يخلينا ايه لما اي انسان ساوي يعني اي انسان عائل كده وراشد وناضج وبيقول رأي وبعدين يزبط له بالوقاع والاحداث والزمن موقف تاني او رأي تاني اللقاع غير رأيه متلون يا سيني في فرق بين الثبات على الموقف وفرق بين الثبات على الرأي الرأي متغير زي الفتوى كده بالوقاع والاحوال والتحولات انما الموقف ده حاجة تانية يعني انت الموقف انك تنتصر للحرية ده موقفك تيجي بقى في اراء فيجي يحصل مثلا تطرف شديد في فكرة الحرية دي الى حد الفوضى فتقول لا ما ينفعش ده مش وقت بتاع اه اتغير تلوان شوف كان بيقول ايه زمان واتقول ايه يبني الموقف زي ما هو الرأي لديه في حاجة كده فيه فيه في الدنيا كده في اي ملة من ملة الارض باي منطق فيه كده انما نتيت اه اه انه برضه هو رأي واحد هو الامام بالرأي الواحد فيش اراء متعددة خالص ولا نقبل بهم سابعا وهو بينك المصرين يتعلموا اه احترام الرأي الاخر منين ازغان انت عندك دولة بقالها سنين لا بتطيق الرأي الاخر وتهجمه وتنكل به وتتهمه وتهينه وتمنعه وتحاصر وتسجنوية ازغان ازغان مجتمعات مبنية على نفي الصوت الاخر والرأي الاخر ولادنا واهلينا يعرفوا الرأي الاخر منين يحترموه منين بقى هو رأي واحد بيهت ايه هو يعني الجري ورا الصوت الواحد والرأي الواحد سادسا وده يرجعنا تاني الى فكرة انه نظام الحكم لا يقبل في مجتمعاتنا العربية عموما يعني بتعدد الاصوات وباختلاف الاصوات وعشان كده لما تحصل صورة والتانية فيقول بينا الامر احنا برضه عايزين غلبة الصوت الواحد تبقى نصيبة احنا لازم يكون كلنا عارفين الصوت الواحد ده بيعمل ايه في بلادنا وفي اجتماعاتنا بيعمل ايه في عائلاتنا وقصارنا لو اعتد الاب برأيه وقرر فرضه واشتغل بفيش غير رأي بس البيت احيانا بيتخرب ويدفع تمن غباوت الاب عشان ما ارضيش ياخد رأيه مراته او ما اسمعش برأيه ولاده او ما تداولش وانتناقش او ما قابلش ان فيه حاجة تانية غير الهباب اللي بيقوله ففلسنا ولا ضيعنا ولا خبطنا ولا خامسا التعامل مع كل رأي مختلف سواء على المستوى العام او على المستوى العام مثلا اي رأي مختلف ومغيره صوت تاني يبقى من اول بقى انه خاين عميل مأجور مدفوع مش عارف ايه قلة مندسق او على المستوى الخاص اي رأي تاني بغيران حاسدني حقد عليا مش طيقني اصو كارهني اصو بينافسني فعلى طول كل طرف بيحل نفسه الصوت الواحد اللي يملكه الرأي الواحد اللي معتنقه لما على طول ينفي تماما اه موضوعية الرأي التاني فبقولك سه على المستوى العام يبقى اه الرأي التاني او الصوت التاني اه ده خاين وعمل ومأجور وبتاع المش عارف ايه وانا فترة من الفترات كان يقولك انت اه 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 شيعي انت مع الاخوان في نفس الوقت انت شيعي انت مع الاخوان انت قابات مهجر يا جماعة ازاي يجبوا واع امريكاني ايراني يخربتكم كل ده مع بعضه ازاي تركب ازاي ده ده جن ازرق اللي يبقى كل الجهات دي بشغلاء فهو نفس المهم ان انت اللي بتقوله زفت وخلاص فسيدي اسمعها ده الحكاية وعايشي كده طول وقت على فترة وعيش عن مصال خاص حاسد حاقد اعداء ايه كرهين للنجاح خلاص مش طايق اي نقض ولا اي كلمة وانت وعيش انت انت ده غلط ده بسألها مش طايق خلهم عاداء النجاح كرهيني حاسديني غيرانين مني رابعا مناهجنا في الدراسة ولا انا قلتلكم احنا ما عنداش تعليم في مصر مبدئيا يعني لكن مناهجنا في الدراسة اللي الموجودة ما بتقدمش ابدا غير التوجه ناحي الصوت الواحد والرأي بتعليمش التنوع والتعدد بتعليمش المناظرة والاختلاف والمجدلة والجدل كلموا عن الجدل علينا حاجة وحش كلموا عن الاختلاف علينا حاجة وحش ليه ليه دي تربية تربية وبالمناسبة اقدر اقولك من اربعة وستين سنة يا عزيزي ثالثا عدم القناية وغياب المعرفة وغياب الثقافة وغياب الاططلاع على التنوع اللي موجود في الدنيا هو اللي بيخلينا طول الوقت ممين برأي واحد وصوت واحد ولا نعرف ولا نفهم ولا نعي غيره ثانيا ليه دهنا لا نؤمن الا برأي واحد وصوت واحد جوانا ولا نقبل اي اصوات اخرى ولا اراء اخرى ما عندهاش قدرة على النقاش ولا الاختلاف ولا الجدل ولا المناظرة ولا المناقشة وعشان كده تتحول المناقشات الى شتائم وإلى تبادل اتهامات وإلى قطيعة يعني ما بيعرفش يعرض وجه نظره ما بيستحمق ما بيعرفش واحد يقول له دي نقطة كذا في رد عليه كذا ما عندي ناش ده دايما خنات او اي مناقشات ما عليك خنات لك انا مش هايزيني نتكلم بعض انا منتكلم انا منتكلم انا ما منتكلم انا ما منتكلم انا منتكلم خلاص يبقى ليه لانك انت لا تتعلم منذ صغرك منذ اللحظة الاولى لنبتة افكارك القدرة على طرح وجهة نظرك بحجج واراء ومناشط الاغارين بالحجج والاراء والمنطقة اولا كل من يتولى مهمة او منصبا او مسئولية او وظيفة ليس اهلا لها وليس كفئا لها فهو لا يقبل على الاطلاق باي اراء اخرى ومختلفة معه لانه شعوره الشديد بالنقص انه جاء في هذا المكان والمكان ده اكبر منه وعايز يثبت العطريس ونبأ العطريس العطريس فالاحساس الرغبة دي في اثبات انه قد المنصب او المسئولية او المهمة او البرنامج ولا الوظيفة ولا ايه يوم خليه طول الوقت لا يطيق سماع رأيا مخالفا ولا صوتا معارضا ولا نقاشا ولا اختلافا هو الصوت الواحد اللي بيرن جوا بس رن 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 ده الصوت الواحد طيب نلتقي بعض الفصل نبدأ بالليس كالعادة السلام عليكم يا ريتي يا أستاذ إبراهيم تقول لي امتى حكمتنا ومسئولينا سيقومون بتنفيذ كلامهم والوفاء بوعيدهم احنا بنسمع التصرحات في الإعلام ونجد انه ينفذ عكسها على أرض الواقع وإليك أمثلة حلو حلو خش على المسئلة على طول منها تصريح مدير البنك المركزي رئيس البنك المركزي بتأجيل أقصات القروض للمستثمرين بجنوب سيناء بعد سقوط الطائرة الروسية كل البنوك بتقول ناسمت التصريح من الإعلام ولكن لم يصلها أي تعليمات رسمية حاجة هو ده القص شغالين طول الوقت طيب نقول شفهو يا جماعة الموظفين والحقيقة دي الإدارة في أي دنيا يعني ما بتشغلش شفهو تعليماتك عملها على ورق عملها طلح قرارات إنما كلام شفهو ونصيح وخطب وبتاع شكرا فين بقى الواقع الواقع أنه ولا بنك عمل لنمجلوش ولا ورق ولا قرار من البنك المركز أو كلامه خلاص التصريحات بتنمية سيناء وإتاحة فرص للإستثمار كذب وقد تم التضييق على أي مستثمر يريد عمل أي مشروع بأي منطقة بالسيناء وهناك العديد من التصريحات تقال في الإعلام ولا تنفس أدر الواقع إلى متى إلى متى يوسف نظير دهب جنوب سيناء عجب من قلب الواقع التناقض الشديد بين ما يقوله المسؤولون وما يحدث على أرض الواقع تناقض مؤكد يستدعي للحالة عند المصريين تساؤلات عن متى يمكن أن نجد الكلام اللي بيتقال هو كلام واقعا ينفس لأن الكلام أحيانا وفي أحيان كثيرة يكون كلام جميل وطيب ولطيف وخفيف وظريف لكنه ينتهي به الأمر إنه كلام كان دخان في الهواء دخان في الهواء ده كان العمود الصحفي الكاتب عظيم اسمه جلال الدين الحمامس اتنين ليه الدولة بتخصم التلت من ورسة المعاشات طب أنا ده سؤال مهم وسأذاكر الإجابة عليه وأقول لسيادتك في الحلقة أخرى مساء الخير أستاذ ابراهيم استمعت لما قال أستاذ صفت أن أحاس بشأن الأجور ده حوارنا أمس أود فقط حاطت سيادتكم أنني أعمل إعلاميا بهيئة الاستعلامات على الدرجة الأولى الأولى وإجمالي راتب الشهري 2600 جنيه هل هذا يعقل الدرجة الأولى دي يعني إحنا بنتكلم يعني حد في سني كده خمسين سن مرتب الشهري 1600 جنيه ده يعيش مين يعيش مين صحيح دلوقتي أنا عارف إن المصليين ما بيعيشوش بين 2600 جنيه يعني بيما لهم مداخيل أخر اشتغلوا بعض الظهر اللي هم إرادة من حتة معينة مش عارف مش عاملين جمعيات إيه تمام فيش حد يعني يعيش مش يقدر فيش أسرة تقدر تعيش ب1600 جنيه خالص إلا الكفاف والفقري بقى اللي هو برضه مالي مصري لكن فكرة إنك إنت تتصور أن هناك موظفة في الدولة يمكن أن يعيش هو أسرته ب1600 جنيه قول بقى مراته كمان مثلا شوية قريبة من السن أو كده فيبقى مثلا مرتبها 2000 جنيه يمكن أن يعيش ب5000 جنيه في مصريين في مئات الألوف في ملايين مصريين عايشين من 5000 جنيه بس عيشة اللي هي العيشة اللي بتخلي الوجع والألم ضخم وكبير ما رأي معالي وزير النقل في برنامج حجز تذاكر الصفر الذي يلزم المسافر بشراء تذكرة حتى نهاية الخط مهما كانت وجهته ده بجد يعني يوم ما تعملوا برنامج حجز تذاكر على الانترنت والأونلاين يبقى لابس سكندريا سكندريا يختم إفرد عزيز الفطنط في بانها يعني ليه ليه تقوم لازم نهاية الخط ولا الرجل اللي بيبرمج لجو مشي الشركة اللي انت اتفقت معها على البرمجة آآ آآ أنهة العقد شعب إزاي المنطق ده بأي منطق يعني خلينا برضو نتحقق من الشكوى دي بقوة يعني استوز إبراهيم هذا تقرير رائع وجدير بالدراسة حول تحليل أسباب الهجرة اللي هو المسح الجميل المهم الخطير اللي عمله الجهاز المركز للتعباء والإحصار هذه الأرقام مزعجة ويجب عليكم تبني هذا الأمر في العديد من الحلقات القادمة الحل هو إقامة صناعات كثيفة العمالة للتصدير في إقليم قناة السويس يتم تمويله بالكامل لتحد الأوروبي إن كان لديهم رغبة حقيقية لإحماياتهم من موجات الهجرة من شمال أفريقيا بعد كل هذه الفوضى غير الخلاقة التي خلقوها بأيديهم أخوك مهندس سعيد فرج عازر طبعا دي فكرة من الأفكار وهي المشكلة الكبيرة زي ما قلتوكم مثلا النهار ده مبارح مصر بتحرر عشرين شاب من الخطف في ليبيا ويجوا على أرض مصر يستقبلهم في لفتة ويعني إشارة في منتهى النبل والقوة رئيس الجمهورية بشقصهي ونفسه ويحتفي بيهم ويتواصل معاهم النهار ده الصبح النهار ده الصبح بنقبض على تمانية وعشرين شاب بيهاجروا الليبيا يعني هو واضح جدا أن الحلول محتاجة تبقى أكثر عمقا وأن احنا ننتبه جدا للمشكلة دي خصوصا لما نعرف تمانين في المية من الذين يهاجرون سواء هجرة غير شرعية أو شرعية إنما يهاجرون من ريف مصر صعيده وبحري وده برضو معناه إن التنمية والحياة في الصعيد وفي بحري في الأقاليم خارج العاصمة تعاني إلى درجة إن 80% من هؤلاء الذين يهاجرون إنما يهاجرون من هذه المناطق في مصر وبالمناسبة هما عندهم قرابة 50% من السكان عشان برضو يا أستاذ عايزين محافظة كيندرية إن جدونا من المباني المخالفة في حي شر والقمامة بالجبال والمخدرات في الشوارع عادي ارحمونا يرحمكم الله أرجو إرسال كاميرا لحي شر أو للمناطق الشعبية عموما لطروا كم المعاناة أنا مش عايز بعد كاميرا في البرنامج أنا عايز الدولة نفسها بعدها كاميرات إنه إحنا أقول لمليون مرة الكاميرات في الشوارع والميادي أمر يجعل من درجة الأمان والمتابعة عالية جدا وموجودة في كل دول العالم ومعمولة باحترام للخصوصية حقوق الإنسان أيضا وإنه لا يمكن ما يحلم الأحوال وسط المجتمع اللي إحنا فيه والفساد الذي نخر أو نخر في جزع الشجرة إلي إحنا نواجه الفساد إلا عن طريق المتابعة والمرأبة والملاحظة والكاميرات تلعب دول كبير في الموضوع ده بصرف النظر بقى على إن انتو تجيبولنا كاميرات آآ بايزة تعملونا منقصات بقى تجيبولنا كاميرات بايزة تجيبولنا منقصات مش عارف بتعتل وتبقى بخمساشر ألف فنجيبها بمية وخمسين ألف وبعدين أصل الموظف إفساد محاولة إنقاذ الفساد أو مواجهة الفساد والله فيه فساد مواجهة الفساد يا خبرة بيان ده علم علم ضليع فيه الموظف المصري علم ضليع فيه فعلا تعرف فاكرين أبو حلموس فاكرين نجيب الرحاي بعد قريط وعظمة بديع خيري اللي هو اتنين جنيه تمام حلقة الخروف اه اتنين جنيه حبل الخروف اتنين جنيه أكل الخروف وساعته بقى مش تكتب تمنتاشر جنيه تكتب تسعين جنيه يعني نظريت الخروف بتاعتنا جيب الرحال دي شغالة لغاية تلوقتي بنجاح صاحب يعني طيب إلى السؤال الأول أنا بقول الأستاذ إبرهام عيسى السؤال بتاعي وموجهه لسيد رئيس عفتاح السيسي سيد الرئيس أنت الرئيس الوحيد اللي قتحت لك الشعب فرض ضرائب الشعب قال نعم آآ قرارات جريئة وهم سريئة الشعب يوقف معاك وقال نعم آآ الشعب ضحى بكل ما يمكن معاك فلوس المعاشات سيدة سيدة الرئيس عفتاح السيسي لماذا لم تزر قرارات جريئة وسريعة وحاسمة بخصوص أصحاب المعاشات ولجنة حقائق سريعة هاجب لي لجنة حقائق سريعة دي يعني لجنة لجنة حقائق دي تطلع نتيجة بعد 14 يوم زي لجنة حقائق اللي محزور الكلام عنه آآ آآ قصة المعاشات في المصر قصة كبيرة مش مكلم عن 9 مليون بس من المعاشات في مصر لا هو 9 مليون بس ده 9 مليون من أسرة ومتكلم عن المعاشات بمعنى عن هذا المصر المواطن الشريف اللي كافح واشتغل وخدم البلد 30 و 40 سنة و 50 سنة وفي الآخر طلع على المعاش فبدل ما نحفظ فلوسه ونحفظ كرمته نحفظ كبرياءه ونحطه في عينينا على اعتبار انه خدم البلد واشتغل فيها وقدم لها عمره وحياته اذا بنا بنعمل في المعاشات ما نفعله الان مما يستدعي بالفعل تدخل رئاسيا بما يستدعي بالفعل استجابة لهذا النداء الطيب من احد يعني اصحاب المعاشات لانه هذا الامر يستدعي بسرعة تدخل حتى لطمقنة هؤلاء والطمقنة مصر كمجتمع واللي مالوش فعلا كبلد كمجتمع مالوش عناية اهتمام رعاية للمعاشات ولا يمكن يرعى شبابا ولا يرعى كهولا واحنا بنشوف المجتمعات برة اماكن يعني الاحتفاء بفكرة سن المعاش ده يعني احنا عندنا سن المعاش وكأنه سن مش للتقاعد عشان بقى للتأمل وللتفكير وللفسح وللمتع والمكافئة النفس بعد سنوات الشقاء لا ده احنا عندنا بنفتح شقاء تاني اكبر واصعب وامر ما بعد المعاش فعلا كأننا بنعاقبهم انهم طلعوا معاش كأننا بنعاقبهم انهم عاشوا غد الوقت مش معاول رسالة الى رسالة الى المستشار مجد العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب سيادة المستشار سيادة الوزير منذ توليت الوزارة ونحن نرى نلمح في ادائك وقراراتك ومواقفك صراعا بين رجل القانون ورجل الدول لا اقول رجل الحكومة وبدى هذا واضحا في مجلس النواب اليوم والأيام الماضي اتمنى عليك سيادة المستشار لانك قيمة ومكانة عالية ورفيعة في صراعك النفسي بين رجل الدولة ورجل القانون ارجوك انتصر لرجل القانون فهو القيمة الاكبر والابقة والاخلد ستبقى احكامك في القضاء الاداري هي المنارة اما قراراتك كوزير فسوف تذهب مع الوزارة نلتقي بكم بإذن الله الاحد القادم مع ابراهيم عيسى الى اللقاء مع ابراهيم عيسى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة